شعب بكامله بحاجة للمساعدة الإنسانية هذا ما أدى إليه السمرار الحرب في اليمن التي خلفت التشرد والموت والجوع في ظل تفرج المجتمع الدولي الذي تكتفي منظماته بإلقاء التحذيرات من كوارث قد حدثت فالأمم المتحدة في تحذير أخير لها قالت إن أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماست للمساعدة الإنسانية حيث أدت الحرب المشتعلة منذ أربع سنوات إلى فقدان الوظائف وفرص العمل وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن ثمانية ملايين يمني فقدوا سبل عيشهم بسبب الأزمة المستمرة بدون توقف ويوضح البرنامج الإنمائي أنه عمل على محاولة التخفيف من حدة الفقرة ضمن جهود الاستجابة الطارئة للأزمة اليمنية أدت الجهود الأممية الطارئة بحسب تصريح برنامجها الإنمائي إلى حصول أكثر من 200 عمل على فرص عمل لأكثر من 6 ملايين يوم عمل لكن هذه الجهود الدولية لا تتناسب وحجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب في وقت تتعقد فيه الحياة اليومية على اليمنيين أكثر واكثر مع السمرار المواجهات والنتائج الكارثية لانهيار العملة وارتفاع الأسعار